الهدف التاريخي للمنتخب كابتن حسام طبعا كثيرة ذاتية كلعب تاريخي ومهاجم تاريخي لمنتخب مصر محدش يقدر يتكلم في ده كان مدرب الراجل بقاله سنين بيدرب يعني نتكلم تقريبا من 2008 هو في مجال التدريب منتخب واحد هو اللي دربه اه السيفي بتاعه مفوش بطولات حققها ولكن ده برضو متعلق بان هو اغلب التجارب بتاعته كانت في اندية لا تنافس على البطولات يمكن نادي الزمالك هو كان معهم بعض النجاحات ولكن مش بطولات النادي المصري هو قدر نحطهم على خريطة بطولات الافريقية من جديد احنا الكلف ده تحديدا يعني في ارقامه لكن انا بوجه نظري هو عنده تلات تحديات تلات تحديات دي اول حاجة ان المنتخب لازم يرجع له الهواية الفنية هل هو يقدر يرجع الهواية الفنية لمنتخب مصر المنتخب يبقى ليه شكل في الملعب ولا التحدي التاني يبقى فيه الروح من تاني ترجع والناس تلتف حوالين المنتخب من خلال الاداء ومن خلال الناس تشوف ان اللعيبة عندها الروح بتاعت المنتخب وبالتالي الجمهور تاني يرجع يلتف حوالين المنتخب الملف التالت وده اللي الناس اكيد بتتكلم فيه دايما هو كيفية التعامل مع محمد صلاح وبعض النجوم الاخرين لان طبعا يعني منتكلم كان فترة لسابقة هم محللين في البرامج كابتن ابراهيم او كابتن حسان فكان بيبقى فيه انتقاد لازع شوية لمحمد صلاح بشكل بعيد عن ساعات بعيد الناس تشوف انه بعيد عن الكورة وايضا موضوع مسألة الشهرة هم كان ليه فيه رأي قبل ما يبقوا هم المدربين او المسؤولين عن المنتخب حاليا بالاضافة مثلا برضو لو كابتن ساعفان هو مدرب الحراس كان في فترة مثلا كان ليه رأي في محمد فالامور دي هاي ملفة ولازم خلاص احنا كان في مرحلة هما محللين انا اعتقد ان اي مدير فني بالزبط اي مدير فني بيكون مدرب منتخب مصر اعتقد انه كل اللي انت بتقوله ده صح ولكن مية في المية لو انا مكانهم هتعمل ايه اه انا فاهم انتقد هلغي كل ده هلغي كل الهيات دي وبص معشا كده بقول لحضرك انه يتحد من الاسماء اللي دايما بتنظر لمصلحة بلتها طبعا معشا كده بقول لحضرك ده تحدي ان هو النهاردة انت الناس كلها مستنية مثلا اول لقاء ما بين كابتن حسام وكابتن امرأي محمد صلاح فالنهاردة انت ازاي تتعامل مع الملف ده وازاي ناحية التانية محمد صلاح كنجم كبير وقائد منتخب مصر حاليا هنتعامل مع الملف ده ازاي فدي تحديات كلها قدام الكابتن حسام حسن لو هو يعني هيقدر يتعامل معه لازم يكون كمان في ناس بتساعده وانا اشك انه ممكن حد يساعده فهو مضطر ان هو من الاتحاد يعني اه فهو مضطر ان هو يتعامل مع هذه المور وحده يعني ممكن النهاردة وانا جاي معاك وده واضح من القرارات اللي بتحصل حاجة اقول لك ايه طب مات يلا بينا نسافل لمحمد صلاح اوصل المطار انا ممكن ارجع صح فانه ممكن يجيلي قرار انت فاهم يعني ممكن ايه حاجة ارجع ارجع في كلامي ارجع في كلامي مجلس ارجع في كلامه فهو كابتن حسام الملفات دي كلها هو جهازه يقودها بنفسه والتجربة يعني الفرصة جات لك كابتن حسام انت كنت مستنيها بقالك سنين ودلوقتي الناس كمان انت خدت دعم ان معظم الناس في الشارع للامانة لما بتجي سيرة المدرب المصري بيقوله حسام حسن هو اللي مفترض يقود المنتخب فجات لك الفرصة نتمنى لك كل التوفيق ونتمنى المنتخب مصري كل التوفيق في المرحلة القادمة